حفل الزفاف الملعون وقعت واحدة من أسوأ حفلات الزفاف الكارثية على الإطلاق في 30 مايو من عام 1867 بين الأمير أماديو، أمير سافوي وماريا فيتوريا دال بوزو خلال الزفاف الذي تأخر مرتين مساعدة ماريا شنقت نفسها قبل الحفل المباشرة أصيب الضابط الذي قاد موكب الزفاف بضربة شمس وإنهار بوابات القصر فشلت في الفتح لمسيرة الاحتفال تم العثور على البواب في مكان قريب ملقى في بركة من الدم سقط ضابط من جواده وسحق تحت إحدى العربات أطلق صديق العريس النار على رأسه بمسدسه الاحتفالي انهار المسؤول الذي صاغ عقد الزواج من سكتة دماغية سقط مدير المحطة وانسحق تحت القطار الذي كان من المفترض أن يأخذ الزوجين في شهر العسل هذه القصة حقيقية وليست من الخيال شاركنا رأيك في التعليقات وأخبرنا هل تعرف فرح ملعون أكثر من هذا ويعطيكم ألف عافية